لما تعتبر أو تكتب ما يخرج على أكس الأمين على لبنان عن سيد حسن نصر الله بـ 3 نوفمبر صحيح بعد ما طلع خطابه بـ 3 نوفمبر قلت بكل شفافية ووضوح الأمين على لبنان صحيح هذا الرأي ما بخليك اليوم محرجة وأنت في تيار وطني الحر لا وأنا قلته ما حدا يعني بالعكس أنا قلتلك ننسي بدي أقليك شغلي هلأ التيار طبعا أنا وقت كنت بموقع المسؤولية أنا كنت عندي التزام تام كموقع يدي وهي ولكن وإذا بتلاحظي تغريداتي مع بتكون يعني عم بتكون شوي هيكي بالقطر العام الأمين إيه الأمين لأنه إذا بتتذكري هيدا أول خطاب بعد 7 أكتوبر وكانوا كلهم عم بيقولوا إنه بدوا يطلعوا يعلون الحرب وبتعرفي سكر لبنان تا يسمعوا السيد عم بدوا يحكي قينا إنه اللي حكاية بالعكس اللي حكاية هو كان فيه كتير من المنطق وكتير من الاستيعاب وكتير من إنه هو ياخد بعين الاعتبار لبنان وشان هيك قلت الأمين على لبنان قلت إنه أنا بي أنا بي برجع وبقل لك وأنا هلأ بقوله أنا هذه الجبهة ولبنان إيه أنا بين أيادي أميني لأنه إذا هلأ بتشوفي هيدا المصار من تشرين التاني لغاية اليوم قدي إسرائيل عم تستفز المقاومة وحزب الله وحزب الله قدي عم بيكون دقيق بالرد ودقيق بالاستيعاب ودريق دقيق بكل شي هيدا السلاح وقت بيكون المقاومة عندها هيدا الحكمة وعندها هيدا التبصر وعندها هيدا إذا بدك الخوف على لبنان واللبنانيين أنا بحس حالي إيه إنه لبنان بين أيادي بين أيادي أميني ببنان بين أيادي لأنه أنا مقتنعة إنه حزب الله لا يريد الحرب بس هو يملك اليوم قرار الحرب؟ حزب الله يملك قرار الدفاع وليس الحرب بس ما في دفاع ما في يعني اليوم بدأ بهجوم يعني يعتبر البعض هو من بدأ إلى الهجوم وبش إلى الدفاع مشين هيك صار فيه أساسا هيدا الانقسام في لبنان شفتي هلأ لقلتي كتير منيح أنا بوضح لك من وجه النظري المساندة ليست هجوم المساندة دفاع مهنة مساندة دفاع مش هجوم أنا هلأ إذا أنت هجم عليك حدا وسيناتك كون عم بهجوم كون عم بدافع عني بس لأنه عم بيقولوله بتدافع لما يسيروا بأرضك ما بتدافع هني وبالأراضي الفلسطينية برجعوا بقولك مثل ما بلشت حزب الله الوحيد الذي يملك حقيقة لماذا أقدم على فتح جبهة الجنوب يلي أنا بيعتبرها هيدا هو الوحيد وبيجي نهار بيقولها بس هلأ ما بيقولها لأنه في أمور أمنية وستراتيجية هاي هو ما بيش راح يخبرها لألنا لنقعد نحن نتسلة فيها لا إستيارة الحرب يقول السنوار يملك قرار الحرب والسلم في لبنان اليوم لا لكي أنا هيدا الموضوع يعني المقاومة تملك حق الدفاع إسرائيل هي المعتدي المعتدي الدائم يعني مش إنه معتدي على فترة هي الطميع وهلأ هيدا يعني عم تسأليني عن إشي عم بيقولها النائب جبران بسير رئيس التيار هيدا هو يسأل فيها هو ليه عم بيقول هيك عم بيقول نحن اليوم اللي بيقرر مين بيوقف الحرب ببنان السنوار مثل ما هي هيك قالها لأ لأ نحن برجع وبيقولك المقاومة تملك حق الدفاع وأنا شخصيا عندي ثقة بالمقاومة بهيدا الموضوع وأعرف وأعلم أنه هي لا تريد حرب على لبنان وهي عم بتشكل قوة ردع كتير كبيرة لإسرائيل وقال لإسرائيل من زمان عملت حرب على لبنان بس مين البقرر يوقف الحرب ما هي مربوطة بغزة السنوار هيك بيقول جبران بسير هيدا المين بيقرر يوقف الحرب فيه فيه مفاوضات عم بتصير بين الفلسطينيين بطريقة غير مباشرة أو مباشرة مع بقطر وهي هيدا المفاوضات هي اللي بتأدي لنوقف الحرب يعني نحن صحيح ربطنا حياتنا ومصيرنا مثل ما عم ينقال بغزة وبمفاوضات لسنا جزء مننا اليوم لكن ربطنا هيدا الجغرافيا هي اللي ربطت الجغرافيا والحدود هي اللي ربطت هيدا الموضوع نحن ضد أكيد أنه نحن مصيرنا يكون معلق بأي شي خارجي ولكن الجغرافيا ووجود لبنان وهذا الكيان الغاصب على حدود لبنان بيرأي بيلعب دور كتير كبير بهيدا الموضوع نحن عنا شي اسمه لعنة الجغرافيا وهيدي تمنى كتير كبير نحن اليوم عنا قوة ردع أنا اليوم مني مضطرة أبدا أنا شو بقوله أعتلهم إسرائيل وكيف بدي أأمن لإسرائيل أمنى بالوقت يلي من التسعين لهلأ ما تلاقى وزير ولا نايب ولا حدا يجي يقل له لسفير من هولي السفرة الأجانب تسلحوا الجيش اللبناني تيسير قوة ردع لإسرائيل ونحن بيبطل عنا لا مقاومة ولا غير مقاومة نحن ما فينا كمانا نحن ما فينا كمانا هلقد هلقد نكون ناس مسحوين للغرب وغير الغرب نحن عنا سيادة نحن إسرائيل عندها أطماع فينا وما زالت عندها هيد الأطماع وبالتالي وبالتالي سلحوا الجيش اللبناني خلي يتجرأ كل يلي هلأ عم يحكوا بالسيادة وبالسلاح يقولوا للسفراء الأجانب بدنا أسلحة نوعية تردع إسرائيل وياخدوا سلاح المقاومة وياخدوا كل شيء نعم أو لا لجبهة الإسناد جبهة مدافعة أنا جبهة دفاع أنا مع جبهة الدفاع نسميها سيد ناصر الله جبهة إسناد ومشاغلة نعم أو لا السيد هو بيسمي لهيدا بس أنا بدي هو يسمى بس أنا كيف شايفتها أنا شايفتها جبهة دفاع لأنه الإسرائيلي يعتدي وبالتالي هي جبهة دفاع نعم أو لا لإطلاق الصواريخ من رميش والكرة المسيحية الحديدية أكيد لا أنا ضد والحزب بيعرف هيدا الموضوع وبيعرف أنه في مراكز عسكرية هيدا ما لازم تكون أول شيء ظاهرة للناس تاني شيء ما لازم تكون من بلدات مسيحية هو بيعرف هيدا الشيء طبعا